اشتركوا في القناة ودرس جديد بعنوان حديث السيارات ولكن هناك سؤال يدور في ذهني هل السيارات تتحدث؟ سنرى ذلك في درسنا اليوم هيا بنا نبدأ أهداف درسنا لليوم قراءة فقرة من الدرس قراءة جهرية سليمة مراعاة المدود التشكيل وتمثل المعنى توظيف التركيب اللغوي وفجأة توظيفا سليما في ثلاث جمل مفيدة توضح معناها التمييز بين المفرد والجمع تمييزا سليما هل أنتم مستعدون للقراءة؟ هيا بنا نبدأ قال سامي أحب كثيرا جمع السيارات الصغيرة التي تهدى إلي في المناسبات والأعياد والتي أشتريها بما أدخره من مصروف اليومي ذات يوم دعوت صديقي إبراهيم ليشاركني اللعب بالسيارات المختلفة التي جمعتها ولما حضر استقبلته وإخوتي استقبالا حسنا واشتركنا جميعا في اللعب تناول كل منا سيارته المفضلة وأخذنا نلعب ونلعب وفجأة قال إبراهيم وهو يمسك سيارة الإسعاف استمعوا إنها تقول لكم أنا سيارة أنقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات لمعالجتهم وإنقاذ حياتهم وأسير بهم بأسرع ما أستطيع وأنا أطلق جهاز التنبيه ليفسح الناس والسيارات الطريق لي ويسهلون مهمتي وبعد أن أكمل صديقي حديثه أمسكت سيارة سباق وقلت إنها تقول لكم أنا سيارة جميلة متينة أبدو أكثر طولا وانخفاضا من السيارات الأخرى عجلاتي كبيرة وقوية كما أنني مزودة بزعانف عرضية من الخلف لتحفظ توازني وتساعدني على الانطلاق بسرعة وخفة أشارك في السباقات ويجد الناس متعة وتسلية في قيادتي ولكنني لا أخلو من المخاطر ثم أمسك أخي عادل دبابة وقال إنها تقول أنا سيارة أيضا ولكن عجلاتي حديدية تسير فوق حزام معدني وجدراني سميكة لا يخترقها الرصاص أحب خوض المعارك دفاعا عن الوطن وهكذا استمتعنا باللعب ثم أعدنا السيارات إلى أماكنها مرتبة أحسنتم يا أبطال قراءة رائعة ونص جميل هل استمتعتم بالقراءة؟ أحسنتم وأنا أيضا هيا نبدأ الآن بحل التدريبات التدريب الأول لنكمل الخريطة المعرفية بالاستعانة بدرس حديث السيارات لدينا هنا العنوان المكان الزمان الشخصيات الشخصية الرئيسية الأحداث الخيالية هيا لديكم الآن دقيقتان للإجابة عن عناصر القصة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما هو عنوان النص؟ حديث السيارات أحسنتم رائع ما المكان الذي حدثت فيه أحداث القصة؟ بيت سامي هذا رائع ما الزمان الذي دارت فيه أحداث القصة؟ أسمعوا الإجابة نعم نعم أحسنتم ذات يوم أحسنتم ما هي شخصيات القصة؟ استرجعوا الدرس استرجعوا الناس أحسنتم أسمعوا الإجابة سامي إبراهيم عادل والسيارات أحسنتم هذا رائع إذن من من هؤلاء الشخصيات؟ هو الشخصية الرئيسية ها؟ ها؟ ساماتوا الإجابة نعم إنها السيارات رائع إنها السيارات جميل ولكن هل السيارات شخصية حقيقية؟ أكيد بالطبع لا إذن إذا كانت السيارة شخصية خيالية فما هي الأحداث الخيالية في القصة؟ نعم أسمعوا الإجابة ممتاز حديث سيارة الإسعاف وسيارة السباق والدبابة عن صفات كل منها هذا رائع جميل أحسنتم يا أبطال والآن مع التدريب الثاني هيا نحول المفرد إلى جمع هيا نحول معا حافلة جمعها أسمعوا الإجابة نعم حافلات ممتاز رائع مظلة جمعها جميل مظلات هذا رائع أحسنتم كلمة سلم جمعها الإجابة نعم جميل رائع سلم جمعها سلالب جميل عجلة ما جمع كلمة عجلة جميل جمع كلمة عجلة عجلات رائع أحسنتم يا أبطال كلمة كرة جمعها أسمعوا الإجابة نعم هل هناك إجابة أخرى أحسنتم كرة جمعها كرات جميل كرات جميل سيارة جمعها سيارات رائع كرسي جمعها كراسي ممتاز هذا رائع والكلمة الأخيرة ساعة جمعها جميل جمعها ساعات هذا رائع أحسنتم يا أبطال هيا مستعدون إلى التدريب الثالث هيا ننتقل الآن إلى التدريب الثالث وأعمل كما في المثال كنا نلعب وفجأة انقطع التيار الكهربائي ماذا ستفعل لو انقطع التيار الكهربائي وأنت تلعب أحسنت إجابات رائعة أحسنتم رائع هيا كانت السيارة تعبر الشارع وفجأة جميل أمثلة رائعة رائع أحسنتم أضاءت الإشارة الحمراء جميل هيا نرى الجملة الثانية كنت أذاكر دروسي وفجأة جبات جميلة أيضا رائع أحسنتم تذكرت أن أحل واجب العلوم كان الجو غائما وفجأة أسمع أجابات رائعة اشتقنا لفصل الشتاء رائع هطل المطر جميل ما هو فصلكم المفضل جميل رائع أحسنتم يا أبطال كنا نشاهد التلفاز وفجأة أحسنتم انقطع البث رائع أحسنتم يا أبطال إجابات رائعة ومتنوعة بارك الله فيكم الآن مع التدريب الرابع هيا أرتب الكلمات الآتية ألف بائيا أسرع أبدو أحب أخلو لديكم الآن دقيقة واحدة لترتيب الكلمات ألف بائيا الكلمة الأولى أبدو أحسنتم رائع ما الكلمة التي تأتي بعدها أحب جميل كم إجابة صحيحة الكلمة التي تأتي بعدها أخلو جميل والكلمة الأخيرة أسرع جميل أحسنتم يا أبطال هذا عمل رائع التدريب الخامس أملأ الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية المرور رجل السواق خرطوم خطرة الحريق يتعرض أسمعوا الإجابة نعم نعم إنها صحيحة رائع يتعرض السواق في سباق السيارات لإصابات نعم خطيرة أحيانا جميل إجابة رائعة هيا نرى الجملة الثانية يتقيد جميع السائقين بأنظمة إجابة جميلة المرور رائع وما أجمل من ينتظم بأنظمة المرور هذا جميل مد أحسنتم رجل الإطفاء أسمعوا الإجابة نعم إنها صحيحة رائع خرطوم المياه لإخمادي لإخمادي ماذا؟ لإخمادي الحريق رائع إجابات جميلة أحسنتم يا أبطال وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أن أراكم في دروس قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر